ونتذكر الأرزاق المنزية نتذكر رزق الصحة رزق المجيء إلى بيت الله رزق الطاعات والعبادات وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافها ومن الأمور التي تعينون على القناعة أن نجعل همنا الآخرة وأن نكون من الأكياس الأذكياء الفطناء وأن نخرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم حينما سؤل وقل له يا رسول الله أي المؤمنين أكيس يعني أي المؤمنين هو الذكي الفطن أي المؤمنين أكيس من الكياسة أي الفطانة فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا ترجمة نانسي قنقر